اشتركوا في القناة هذه الرؤية تدل على العلاقة الجيدة بينهما تدل على العلاقة الجيدة بين الزوج والزوجة ونفس الرؤية برضو لو شافتها الزوجة ان الزوجة بيغازلها او الزوج شاف انه بيغازل زوجته سواء الزوجة شاف الرؤية تدل على قوة العلاقة والحب والتفاهم والترابط بين الزوجين طيب نفس هذه الرؤية بالنسبة للبنت العزباء قضية المغازلة لو رأت ان هناك شخصا مجهولا ننتبه لأن الرؤية اللي جاية يبقى شخص معروف أن البنت العزباء رأت أن شخصا مجهولا يقوم بمغازلتها في المنم هذه الرؤية رؤية محمودة تدل على الأخبار السارة المفرحة التي سوف تسمعها في القريب العاجل إن شاء الله ده بالنسبة للشخص المجهول بالنسبة للبنت العزباء أما بالنسبة للبنت العزباء لأن هناك شخص معروف هي تعريفه في الحقيقة قام بمغازلتها هذه الرؤية تدل على أن هذا الشخص يريد التقرب منها والتودد إن كان لا يصلح للزواج يعني من الممكن أن يكون صديق وهو ما مش في دماغه موضوع الزواج بس هو حب الشخصية حبيب يتعرف عليها مش أكتر إنما لو أنه يصلح للزواج هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى منه رؤية المرأة المتزوجة مش إن زوجها بقى اللي بيغزيلها لا مجموعة من الأشخاص وهي واقفة فصلهم كده وقاموا بمغازلتها هذه الرؤية من أفضل الرؤية التي من الممكن أن تراها أي امرأة متزوجة في حياتها فهذه الرؤية تدل على السعادة لها في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى وأحيانا تدل المغازلة بين الزوجين على الاستقرار الأسري على الاستقرار الأسري في البيت رؤية المتزوجة أنها هي التي تغازل شخصا مش الزوج شخص آخر هذه الرؤية ومع شديد الأسف من معناها أو من ظهرها إن هي سيئة وهي في المنام بالفعل تفسيرها سيئة أنها تدل على أن هذه المرأة المتزوجة ومع شديد الأسف عندها طباع سيئة من الأصل لها تنتبه عند رؤيتها لهذه الرؤية رؤية المرأة الحامل أن أحدا يغازلها هذه الرؤية تدل على شدة رؤيتها لمولودها لما تشوف المرأة الحامل إن في حد بيغازلها المرأة دي نفسها تلد نفسها تشوف ابنها ده شكله إيه شدة رؤيتها لمولودها رؤية البنت العزباء لمغازلتها في بيتها شافت إن في حد بيغازلها في البيت بغض النظر تعرفوا أو ما تعرفوش لكن الرؤية محورها كله على أن هي بتتغازل في البيت لأننا في البداية ذكرت مغازلة البنت العزباء من شخص مجهول أو من شخص معلوم لكن مغازلة البنت العزباء في بيتها هذه الرؤية جميلة جدا تدل على السعادة لها إن شاء الله في الفترة المقبلة دي كانت بعض الرؤية عن المغازلة انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته